ملف الانترنت غير الشرعي والمقسم إلى عدة أقسام يسير وفق الآليات القضائية هذا ما أبلغه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود للجنة الإعلام والاتصالات التي تابعت بحث الملف بحضور وزير الاتصالات بطرس حرب رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أكد أن اللجنة وصلت إلى ما يجب أن تصل إليه وهي مستمرة في دورها من أجل الوصول إلى محاسبة المسؤولين اليوم أبلغنا المدعي العام أنه بعد أن رفع إليه الملف من قبل مفوض الحكومي أخذ قرارا بملاحقة العناصر الأمنية المولاجين بالمناطق التي كان فيها الانترنت غير الشرعي موجود خلافا لرأي الإدارة المعنية وبالتالي هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت هذه المعدات ولماذا لم تلحظ من قبل الجهات الأمنية المعنية فهذا مسار جديد في التحقيقات القضائية اللجنة أثرت كذلك موضوع استجرار المعدات والمدعي العام أبلغها أنه حرك دعوة الحق العام سواء فيما يتعلق بالجمارك أو المتهمين بإدخال هذه المعدات إضافة إلى ملاحقة العناصر الأمنية التي كانت مولج العمل في المناطق حيث الانترنت غير الشرعي هذا الملف أن يتابع بجدية أن تكشف كل ملابساته أن تحدد المسؤوليات وأن يطال القانون كل المسؤولين أيا كانوا هؤلاء المسؤولين بمعزل عن أي انتماء سياسي أو الموقع السياسي القضية قضائية القضية تتعلق بالمصلحة العامة حجم الأموال أو الخسارات التي تلحق الدولة في عنا اليوم صار قضيتين ليس قضية واحدة وقررت اللجنة دعوة وزير المال ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لمناقشة حجم الهدر في المالية العامة جراء الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي